في اول ايام الامتحانات الوزارية للصفوف البكالوريا يجيب رئيس الوزراء على اهم سؤال صعب في البلاد والذي يطرح عن الوباء وتداعياته والذي عصف بتفاصيل المجتمع ومن بينها الامتحانات المدرسية والجامعية ايضا الاجابة كانت على شكل تحذير ودق ناقوس للخطر جاء به الكاظمي فور زيارته التفقدية لغرف اجريت فيها امتحانات للطلبة التسمت بتطبيق الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار كوفيد 19 تحذيرا مباشر على لسان رئيس الوزراء من خطورة الوضع الصحي في البلاد وهي رسالة بين الصطور لطلاب الجيل الذي يساهم في بناء مستقبل العراق ما يدعم عزيمتهم رغم الظروف القاهرة صحيا واقتصاديا وامنيا ومنها استهداف ابراج الطاقة سيما ان هؤلاء الطلبة يحتاجون للكهرباء ليل نهار للدراسة والراحة العملية الامتحانية التي كانت تحضير لها مهما قبل انطلاقها خطوة في اتجاه يبتعد اكثر عن خطر انتشار الوباء او اعاقته للحياة العلمية الطبيعية تركيز مهم على تفاصيل الامتحانات رغم ارتفاع اعداد الاصابات في البلاد في الاسابيع الماضية عندما سجلت ارقاما غير مسبوقة مع دخول البلاد في الموجة الثالثة للتفشي